يديه القضاء في المجتمع ولان التطور القضائي على نحو شاملا وعميق هو شرط لازم ولا غنى عنه لضمان نجاح جميع جوانب الاصاح الاخرى بدأت اعمال المؤتمر القضائي الاول تحت عنوان السلطة القضائية والفكر المتجدد وذلك لاظهار مدى التفاعل بين الجهاز القضائي وسائر الاجهزة المكونة للمجتمع هذا المؤتمر ينعقد لاول مرة يضم كبار القضاء في سوريا ومختلف التخصصات بهدف مناقشة ومحاورة كثير من القضايا التي تعترضهم في الواقع العملي وطرح الرؤية المستقبلية في مجال الاصلاح القضائي ككل وكذلك ما لديهم رؤى وتصورات ومقترحات بمنتهى الوضوح بمنتهى الشفافية بقصد تجسيد سياسة الاصلاح القضائي واقع عم الموسن من خلال عرض ما تمخض عنه الى الان تجربة اتفنسة العمل القضائي والادارة التي ستطبق خلال الايام بعد ان انتهت التجارب بنجاح كبير اهميتها تكمن اولا في تبادل كما قال سيد بجراد تبادل الخبرات على اعلى مستوى الخبرات العملية وليس فقط الخبرات النظرية ثانيا فرصة مهمة جدا للجميع للتلاقي من حيث المبدأ هناك اسرة قضائية بمعنى الاسرة الحقيقية التي يجب ان تجتمع بين حينين واخر والنقطة الثالثة هو تقديم تصورات للمستقبل هذه التصورات لا يمكن ان تكون ابدا تصورات فردية هذا عمل جماعي نقشة محاور عدة خلال المؤتمر كانت اهمها اتمتة العمل القضائي والاداري والاصلاح القضائي وصياغة القرارات والاحكام القضائية والعلاقة بين المحامات والسلطة القضائية هذا المؤتمر تأتي اهميته بالدرجة الاولى كونه المؤتمر القضائي الاول في قطرنا الحبيب سوريا منذ عهد قديم والاستاذ القضاة يطالبون بمثل هذا المؤتمر وحاليا تحققت لهم هذه الامنية من خلاله يطرحون كل همومهم ويناقشون كل ما يصبون اليه في عملهم القضائي تأكيد على ان الدولة مهتمة جدا بمسألة الاصلاح القضائي من اجل بناء قضاء متجدد قضاء جديد يوفر الامن والعدالة لكل المواطنين بالتساوي في واحد عشرة ضمن هذا الشهر بواحد عشرة تم اطلاق التبليغ الاليكتروني عبر الموبايلات للسادة المتقاضين وبدأت الدواوين بالعمل في هذا الاتجاه هي خطوة نحو الاتمة المطلقة التي نطمح اليها لنتجاوز كافة الدول في قضائنا المتميز من النواحي القانونية ولكن الادوات نسعى لتطويرها وفي ختام المؤتمر خرج المشاركون بعدة توصيات اهمها سقلال القضاء والاستمرار بدعمه وتطوير القوانين المعمول بها في القضاء بما يسهل عملية التقاضي والعمل على تأمين السكن ووسائط النقل للقضاء اشتركوا في القناة